إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وفث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام الانضباط بالأحكام الشرعية أمر مهم في ديننا لنأخذ الصلاة كمثال حين أصلي يجب أن أستوفي شروط صحة الصلاة مثل الوضوء وأداء الصلاة على وقتها وغيرها من الشروط عند البضوء عندما أغسل يديه على سبيل المثال أغسلهما من الأصابع إلى المرفق والمرفق متضمن في الغسل لا أستطيع أن أقول لقد غسلت الجزء الأكبر من ذراعي فلا يتوجب علي أن أغسل كل المرفق هذا لا يصح أيها الإخوة يجب أن أتأكد بأن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء ذراعي من الأصابع إلى المرفق هذه ضوابط مهمة جدا ومن هذه الشروط أيضا أداء الصلاة على وقتها لا قبلها ولا بعدها ويجب أن أؤدي حق كل ركم أركانها مع الطمأنينة والخشوع والتفكر فيها من دون عجلة وربما تعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا يسرع في الصلاة فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالس بين أصحابه في المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما صلى تكرر الموقف ثلاث مرات ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يعيد الصلاة فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وان شاء الله سنخصص خطبة بخصوص الخشوع في الصلاة ان شاء الله لاحظوا هنا ايها الاخوة ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ مع الرجل بالوضوء مع ان المشكلة كانت في صلاته لماذا والله اعلم لان الذي يسرع في الصلاة قد يسرع ايضا في الوضوء ولا يقوم به على الوجه المطلوب كما فعل في الصلاة فالاسراع في الصلاة قد تكون نتيجة قد يكون نتيجة مشكلة اكبر وهي عدم اعطاء الواجبات الدينية حقها في حياتنا فالواجبات الدينية يجب ان تعطى حقها من وقتنا ولها الاولوية في حياتنا لماذا اقول هذا الكلام ايها الاخوة مع انه امر بديهي قد يكون واضحا جدا لانه حصل اكثر من مرة في هذا المسجد بالتحديد ايها الاخوة اخوة يأتون الى الصلاة فيستعجلون في الصلاة واخرون يصلون الظهر قبل وقته تأتي الى صلاة الظهر قبل وقتها بتقائق معدودة ترى اخوة يصلون وكما تعلمون الصلاة منهي عنها قبل صلاة الظهر بربع او ثلث ساعة الا باستثناءات معينة مثل تحية المسجد والتي تكون ركعتين فتراهم يصلون اربع ركعات قبل وقت اذان الظهر فينتهون من الصلاة ثم يذهبون ربما اثناء رفع الاذان هنا في هذا المسجد فاذا كانت نيتهم صلاة الظهر فالصلاة غير صحيحة والله اعلم لان من شروط صحة الصلاة اداؤها على وقتها كما لو اراد احدنا ان يؤدي زكاة الفطر بعد صلاة العيد هذا غير مقبول هذا تصبح صدقة من الصدقات يجب ان تؤدى قبل صلاة العيد وكذلك الصلاة تصلى على وقتها لا قبل الاذان وإلا هو لم يصل الظهر حتى لو كانت نية صلاة الظهر ولكن الظهر لم يأتي بعد وقت الظهر لم يأتي بعد فهو لم يصل الظهر وايضا لا يجوز تأخير الصلاة الى ما بعد وقتها الا في حالة السفر فعندها يصح الجمع بين صلاتين عند اغلب العلماء ولكن ايها الاخوة اذا كنت مشغولا ولدي حصة او اختبار في وقت الصلاة وخصوصا في هذه الايام قد يكون لدى الطلاب اختبارات فهل يجوز اداء الصلاة في غير وقتها الجواب ايها الاخوة اولا لا استطيع ان اصلي الظهر قبل وقته ولو بدقيقة هذا امر لا نقاش فيه شرعا ولكن اذا كان الاختبار سيأخذ كل وقت الظهر او كل وقت العصر مثلا فيقول العلماء ومنهم ابن باز وابن عثيمين رحمه الله وعلماء الازهر الشريف في مصر انه يجوز الجمع بين الصلاتين للضرورة القصوى جمع تقديم اي يصلى العصر مع الظهر في وقت الظهر او جمع تأخير فيصلى الظهر مع العصر في وقت العصر وينطبق هذا ايضا في جمع صلات المغرب مع صلات العشاء ولكن ايها الاخوة الكرام لا يصلى الظهر قبل دخول لوقت الظهر ولا يصلى المغرب في وقت العصر وكما اسلفت هذه رخصة نأخذ بها في اوقات الحاجة القصوى فقط بحيث من الصعب جدا ان تصلى الصلاة على وقتها طبعا اذا كان بامكاني اخذوا استراحة اثناء الاختبار لبعض الدقائق لكي يصلي فيها الصلاة المكتوبة على وقتها واجب اخذ الاستراحة اذا تعذر هذا الامر ولابد من اكمال الاختبار عندها نعم اجمع بين الصلاتين ولكن على شرط ان لا يصبح جمع الصلاتين عادة عندنا كما اسلف ايها الاخوة من المهم جدا الانضباط بالاحكام الشرعية في ديننا يخشى ان يؤدي الاستهتار بحكم في الاسلام بحكم من احكام الاسلام الى الاستهتار باحكام اخرى وهذا قد يؤدي الى الابتداع في الدين واقول يلا ما علاش نصلي الظهر قبل الاذان بدقائق ما فيه شيء شو حيصير وهكذا تضيع الشريعة الاسلامية يجب ان ننضبط بالاحكام الشرعية بوقت الظهر بوقت العصر ووقت المغرب وهكذا الالتزام بالاحكام الشرعية والانضباط بالشروط العبادات جزء من العبادة احقق بذلك معنى انني عبد لله واطيع اوامره بدقة كما يريد سبحانه وتعالى فاسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الهدى والسداد وان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم امين اقول اقول لهذا واصفر الله عليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا dear brothers discipline in sharia is an important matter in our religion let's take the prayer as an example of how we can be disciplined when I pray I must fulfill the conditions for the validity of the prayer such as ablution wudu performing the prayer on time and so on while performing wudu when I wash my arms for example I wash them from the tip of my fingers all the way up to the elbow and the elbow is included I can't say okay I wash most of my arms so it's not a very big deal if I just miss a few parts of my arm or the elbow this is not permissible the wudu is not valid and I wouldn't be performing the prayer if I don't perfect my wudu among these conditions also is performing the prayer on time neither before nor after its time and I must perform each one of its pillars with tranquility with the tumaknina reverence khushu' and contemplation while I'm praying and without rushing very very important perhaps you know the hadith of the prophet Muhammad when a man entered the mosque and a man a man came in and prayed so the prophet was sitting among his companions a man came and started praying then after he finished his prayer he came to the prophet and greeted him the prophet returned the greeting and said to him go back and pray for you have not prayed this happened three times the man eventually said by the one who sent you with the truth I can't do more than that teach me the prophet sallallahu alayhi wa sallam said when you go to pray perfect your wudu then face the qibla and say Allahu akbar then recite whatever you can of the quran then bow until you are at ease in bowing then rise until you are standing up straight then prostrate until you are at ease in prostration then sit up until you are at ease in sitting so you are taking your time you are not rushing then do that throughout the entire prayer so the prophet sallallahu alayhi wa sallam is commanding this person to take his time while praying not to rush the prayer okay this is very important and note brothers that the prophet sallallahu alayhi wa sallam began his advice with performing ablution even though the problem was in his prayer in the man's prayer but the prophet sallallahu alayhi wa sallam started his advice with defecting his ablution why would that why did that happen probably or Allahu akbar because the one who rushes when praying may also rush when performing the ablution and not perform it as it is required in the required manner as the person as this person did in his prayer praying quickly may be the result of a bigger problem which is not giving our religious duties the due priority in our lives why do I say this brothers well it might seem obvious because it has happened here more than once in this mosque that some brothers they rush quickly through their prayers and others they pray the dhuhr this happened more than once brothers come to the mosque and pray dhuhr before its time so you come to the mosque a few minutes before the adad and you see brothers praying for rak'at while during this time before dhuhr by 15 to 20 minutes we're not allowed to pray except the certain prayers like tahiyyat al-masjid greeting the mosque so they are praying for rak'at while tahiyyat al-masjid is only two rak'at so they finish the prayer while the adhan is running while the call for adhan is on and they leave the mosque which suggests they are they were praying dhuhr and this is not permissible so you see them praying for rak'at before adhan dhuhr and they leave if their intention is to pray dhuhr before its time then the prayer is not valid because the time hasn't started we can't pray we can't start the prayer before the time of the prayer as if one of us wanted to pay zakat during ramadan pay zakat til fitr after eid prayer this is not acceptable it must be performed before the eid prayer likewise the prayer must be prayed on its correct time not before the call to the prayer and it is not permissible to delay the prayer except during travel then it becomes acceptable to combine two prayers according to the majority of the scholars but if I am busy and I have a class or maybe an exam as it is the case now some brothers I have exams and if the exam runs throughout the whole time of dhuhr prayer or asr prayer and I might not be able to stop the exam and go to the mosque and pray so what should I do in this case the answer firstly brothers I can't pray dhuhr prayer even a minute before its time no question about that so even if I have an exam that runs let's say from 1 o'clock to 5 o'clock for instance 4 hours if this happens and the dhuhr prayer starts at let's say 1 or 7 and finishes at 4.50 so I will be missing dhuhr prayer I won't be able to pray dhuhr before time it's time there is no question about that but in this case some ulama say it is permissible to combine dhuhr with asr either you pray asr in advance during dhuhr time or you pray you delay dhuhr prayer until asr time okay so this is jama'at akhir it is permissible in this extreme case it becomes permissible during this extreme case also you can apply the same rule with maghrib and isha prayers but praying dhuhr before its time or praying maghrib during asr time are not permissible at all so this is something very very important that we have to take note of them and as I said brothers this is a concession that we apply only in very extreme times when there is a very times of greatest need otherwise we should not make it a habit that we combine the prayers we pray before the time we can't do that at all and brothers during the khutbah we shouldn't be talking we shouldn't be using our mobile phones jazakumullah khayy of course if I can take a break during the exam time for a few minutes in order to pray the prescribed prayer on time then I must take the prayer but if it is very inconvenient and you won't be able to concentrate you won't be able to take the break then yes you can delay the prayer in this very extreme time brothers it is very important to adhere to the rulings of our religion it is feared that being negligent with one ruling will lead to become negligent with other rulings as well and this is very dangerous in our religion we have to stick to the rulings of islam at all times in conclusion I ask Allah to show us truth as truth and enable us to perform it to follow it and to show us falsehood as falsehood and enable us help us to avoid it Allahumma ameen Allahumma help us to remember you to be grateful to you and to worship you in the best manner Allahumma chances and to be only